السلام عليكم طلبة الأعزاء في قسم علوم الحياة جامعة بغداد الجدول الثاني من محاضرة Smart Table الجدول هذا مثل ما اتفقنا أنه مجموعة من الطلبة وكل طالب إلا مجموعة من المواد واخذ درجات اللي نضع على التقديرات الدرجات من يكون بالتسعين فهي يكون أي تقدير الطالب من يكون بالثماغينات هي بي عنديش امتياز وهي الجيد جدا والس اللي هي الجيد والدي اللي هي منتوسط والإي اللي هي المقبول أما الاف فهي درجة أو الرسوب يعني عم يطلع واحد بالنتيجة مكتوب ضعيف أو راسب أما Pass فهنا أقصد بيها مكمل المحاضرة السابقة تسوينا هذا الجدول وعرفنا شون ضمينا خلايا شون من خلالها نقدر نعرف الطالب كم مادة واقع أو Pass يعني هذا طالب مكمل بمادة واحدة أما هذا أو نور مكملة بثلاث مواد طبعا هذا الجدول التفاعلي يعني هذا الدرجة لو كانت بدل أربعة وربعين أربعة وثمانين فبدل ثلاثة لو أبعو على ثلاثة ستتغير وحتى اللي فالصار Pass يعني هذا مكمل صار وعندما أرجع كونتوسط صارت الدرجات اللي تكون أكثر من مية أو أقل من تسعين ستكتب لي أو أقل من تسعين وأكيد الحاتة حاولت كلها أضمنها يعني تلاحظوا ما خليت كلها اللي مكمل ب الراسب طبعا أكثر من مادتيين هو يعتبر راسب اللي مكمل هو واقع بخمسة واقع بستة الواقع بأربعة حاولت كل الحاتة خليها مكمل بمادة واحدة مكمل بمادة واحدة مكمل بمادة مكمل بثلاث مواد كل الحالات هذه طبعا مجرد هذا جذفل وإنما تفاعلي مجرد أن أغير راح أعز بالفرق يعني لو سأجي على مثلا زهراء أو مثلا أنور اللي هو ناجح إذا نخلي هذه الدرجة مية حسنا الآن بقق بقق نفسه نقول 97 صار تقديره A حسنا كيف لنقلل المواد يعني أو من ذلك نخليل المواد خارج سالب مية رأس كتب آتو خارج جيد لو أريد أن نسبب بعض المواد مثلا أنا أخذ 42 هاي صار شكت ماكو إلي ماكو إلي لا مجموع ولا عمل أبريج هنا مادة وحدة وممكن أن تكون مادة اين ام هنا يعني مثلا عدنا 33 وثلاثة وثلاثين وهنا صارت اثنين هنا مثلا 21 صارت ثلاثة صار ثلاثة 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 نفرل ثلاثة ثلاثة وكون ثلاثة ولكن ترجع ثلاثة 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 بعد ثلاثة ثلاثة distinguish ثلاثة 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 ه distinguished نعرف ثلاثة بالمحاضرة النظري كل ما هنالك أنه أنا أحتاج أن أبارع على هاي الدرجات لازم المنطق حتى يحسب لي مجموعة ومعدل لازم تكون أقل مادة بيهن تكون هي درجة نجاح على أقل درجة لازم تكون كمسين فبالتالي قبل ما أقول لي أحسب الصام أحط شرط فبالتالي قبل فبالتالي قبل سأقول لي هل أقل درجة من ذن المواد هي 50 إذا كانت تقريبا هي أكبر أو تساوي 50 عند هذه الحالة سأقوم بعمل وفي نفس الوقت هناك شرط ثاني لازم المواد الدرجات تكون ليس أكثر من 100 لأنه إذا أكثر من 100 في هذه الحالة أكيد هذه الدرجة لا يمكن أن أحسب لن أبقى على هذا الشرط أولا أضع فبالتالي ما أقول من دي ناين هذه د وهذا سطر ناين إلى حد اي اي ناين حطيت منطقية حطيت إضافة لهذا لأنه كانت أكبر درجة ماكس أكبر درجة من دي ناين لدي عفوا للاي ناين أكبر واحدة لازم تكون أقل من 100 واحد ليس معقولة أن يحسب الطالب عفوا أو سميشن وهو عند درجة أكثر من 100 وهو ليس منطقية فهذا كل كونتشن شنو النتيجة؟ إذا تحقق هذا الشرط النتيجة سوي لي سميشن إذا لا فحط لي أندرسكور تلاحظون هاي أندرسكورة أندرسكور أو داش سوري يعني هذا الطالب لا تحسب له مجموع في حاجة أنه هو درجة أي درجة من درجات أقل من 50 أو أكبر درجة عنده هي أكبر واحدة من درجات أكبر من ماكس أكبر من 100 ننبع زين هنا يعني هذه الدرجة مثلا إذا سويناها 193 فأسنصات أوت أوف رينج وخلي داش داش محسب لازم لا مسميشن ولا أفرج وا اعتبر استكسير لأنه هي درجات كل درجات نجاح ما منطق تقدير أترك لكم هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود بدون ما أحاسبكم عليها ولا رح تجعلها بالامتحان لكن أدعوكم أنه أنتو تحاولون أن تحلون هذا الشي وحيكون عليها درجة فوق ما توقعوها يعني إذا سعيكم من 40 الطالب الشاطر اللي يقدر يحل هذا الحل حل استثنائي مفروض فممكن يأخذ ممكن أكيد أنتو تحلل منطق تحلل من 40 بدون المتحان منطق تحلل 20 منطق تحلل منطق تحلل منطق تحلل 20 نأتي الأفرج منطق تحلل 40 منطق تحلل 50 ومع تحلل 50 ومنطق تحلل 50 حسنا بالنسبة للأفرج ما أقول الجي ناين هاي الجي إذا كان الجي ناين ما تساوي داش بعد هاي الحالة أحسب لي الراوند للأفرج ومن من دي ناين لحد اي ناين يعني أنت بس تحسب لي المحدد الأفرج فقط من يكون السميش الماتي اللي هو الجي ناين لا يساوي داش لأنه يساوي داش فمعناه عدي مشكلة ما عندي الرقم أكبر من 100 أو الرقم أقل من 50 إذا لا حط لي داش طبعا هنا تقريب خاط صفر حتى يكون مثل ما أعلمتكم بالراوند يكون يحد صفر ديجيت بعد الفارزة أتمنى الموضوع واضح أتمنى أنه هذا جولت باو عايزين وطلاب المتميزين مئتكم أو اللي يحاولون يكون متميزين يحاولون أن يراجعون المادة ويشوفون المحاضرة السابقة والمحاضرات القبل أيضا ما فهمها ويحاولون يحلون هذا الهومورك بإمكانهم يحصلون بهاي الحالة 20 درجة على الساعة ورح أنزل فيديو أخير بعد هذا الفيديو هومورك آخر هومورك الجاي أيضا للطلبة الاستثنائيين رح يكون على درجة 40 من 40 يعني اللي حل هومورك اللي رح أنزله بعد هذا من 20 اللي بعده من 40 يحصل 40 من 40 ساعة أشكركم وأتمنى أن تراجعون المادة وتقرون وأتمنى تعديل أزمة ويروس كورونا على خير وإن شاء الله رمضان كريم على الجميع تحياتي لكم مع السلامة